اشتركوا في القناة امن الوكالة الملاحة الجوية في افريقيا ومدغشقر بهدف تطوير البنية التحتية للمطارات بجانب القضايا المشتركة بين شاد والوكالة الدولية للملاحة الجوية في افريقيا المزيد في تقرير خالد موسى الحاج زيارة المدير العام لوكالة امن الملاحة الجوية في افريقيا ومدغشقر محمد موسى الى شاد تأتي في اعقاب تنصيب الفريق الاداري الجديد وقد رفقه في هذه الزيارة رئيس مجلس الادارة فرانسوات ديمازيه وخلال مقابلة له مع رئيس الوزراء تناول الجانبان القضايا مع حل الاهتمام المشترك واشاد المدير العام بجهود الحكومة الجادية في تطوير البنية التحتية للمطارات رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير رحب بالمبادرات التي تدعم شاد في اوجه الاستثمارات المختلفة وذكر المدير العام بمطاري فيا وامجرس الذين بحاجة الى مشاريع استثمارية وتزويدهما بالمعدات وقال المدير العام لوكالة امن الملاحة الجوية في افريقيا ومدغشقر محمد موسى ان زيارته تأتي في اطار دعم جهود الحكومة الجادية معربا عن شكره للحكومة على المساهمة في اختيار الفريق الاداري الجديد وتعتبر وكالة امن الملاحة الجوية في افريقيا ومدغشقر التي تشاد عضو فيها الهيئة الفنية المختصة بامن الطائرات في الهبوط والاقلاع واثناء الطيران